اخت اللي حملات وطلت فراسها. ما هي طلت فراسها؟ طلت فراسها من ناحية الصحة ديالا. مش كان اضروحنا طلت فراسها من المنظر الخارجي لا. وفي صحيتها تدير في بالها انها عندها واحد واحد الجنين. تدير في بالها انها الى ما كانتش عندها واحد تقضية متوازنة. وخالت شانا صعيب على بزلاف ديال الاخوات ولكن تحاول تجاهد على راسها. انها تكون عندها واحد تقضية متوازنة. فيها جميع المكونات الطبيعية المهمة لها والطفلة ديالا او الطفل ديالا او الجنين ديالا. اللي اللي عندها في البطن ديالا. تدوم على العناية بالبشرة ديالا خاصة ان تشاهدها مع بعضياتنا البشرة ديال الجسم والبشرة ديال الوجه والرقابة. من طاقة تحاول العين لانك يبدأ تزهير كتبدا بعد تقلبة الهرمونية. وكذلك العناية بالشعر. فهذه كلها امور الى لمشات معها المرأة الحامل اه ودومت عليها. فكوني عليها ان الحمل الحمد للله غايدوز بخير. وكذلك حتاغف الجمالية ديال المرأة كسبقها. بالعكس الكداد عليها واحد السر. وكتولي اه يعني ذاك المكتما ما كتتضرنش لا البشرة ديالا ولا الشعر ديالا. اللي كيوقع هو ان في فترة الحمل بعد الاخوات بحكم الحامل بحكم التغييرات الهرمونية. كي يملو بزاف ديال الحويج في حياة ديالهم. مسلا التغذية كتكون هاي واحد تغذية عشوائية. كي الماء كي نقص ما كيبقاش كيشربوا الماء بزاف. والي هو مهم جدا داك يعني الماشي ما كيخستضروري الانسان يشرب الماء او المرأة الحامل يشرب الماء باش الماء كيكون كتير عجانين كيكون مرتاح. اه كذلك ما كيكوش العناية بالجمال. ما فقط شي كامل كيؤثر على الصحة ديال المرأة الحامل. وكذلك على الصحة الجمالية ديالا. نعم. طيب واحدة التعامل لدكتور عماد مع المواد الطبيعية خلال عدة سترة هذه. نعم. قبل ما نتكلموا عن المواد الطبيعية بسف جلسيتات كتبوا لي مثلا نحتدك الواقي الشمسي ما كتقدرش تتعملوا. لا رعا ممكن انه يتطلية على الجنين. نعرفوا كيفما كان الحال كنتوا على البشرة بعد نقول شو لكينا نكيدو مع المسام. يعني احتهد الاختيار للواقي الشمس عند المرأة الحامل واش عنده بعد المعايير دكتور. فواقي الشمس باش نتفهمه. لما كتكون كما نقول نحن صناعة صيدلانية في المختبرات للادوية. اران مكتوبة غير صالحة أو شيء مادة غير صالحة للحوامل ارى كتبوها. نحن نعمرنا في ناشاك كونطوطان. يعني بلما دان الشمس مكتوب فيها ممنوع للحوامل والمرضيات. نعم. اذا ما مكتوبش. فهذا دليل على ان هاد واقي الشمس مهم جدا. فحنا باقي نتكلموا فيه. نقولوا بعض الامالات الغير مقصودة ولكن مزيان انك ترح تيات السؤال ومزيان باش بزاف دليل اخوات يتفهمو ويفهمو. لانا كنت بزاف دليل اخوات كتبولك ان ما كنديرش لو مكياج حتى لايكخون ما كنديروش. يعني يعتبرون لايكخون او الطمضة للشمس تشيرى اسئلة جاس كتيرا في يعني في البرنامج. اسئلة كنصدفوها في الحياة اليومية ديالي المهنية. فاليكخون او الطمضة للشمس ليس بمكياج. هو مادة اساسية وضرورية للنساء. بسعين في المئة. وللرجال بواحد خمسين في المئة. انا بخاني يقول لك وليا الدكتور عيمة عشانا غادي نديروش. شو ليكخون او عائلت لا. ليكخون خاصة الرجال اللي عندهم حاساسيات مفردة للشمس. الرجال اللي كيكون عندهم ما عرف. الشمس ضروري من الوقاية ديال وجهة ديالهم. لان الشمس كتكون وصلات لواحد درجة انها كتعطيهم اعراض جانبية على السحة ديالهم. اذا ليكخون ضروري بالنسبة لمرأة الحاملة هذا بدون النقاش. اه المواد الكيميائية اللي مخصنوش نستعملوه هي المواد اللي كتكون قوية. مثلا السراعة ديال الشعر. مثلا اننا نديرو والترطيبة. فهدو كلهم امور اللي الكيغاتين. اه. اه. واللي مخصنوش نقيسو. والترطيبة ودك اللي صاش بايب جميع الانواع دياله وكيف ما بغي يكون مخصنوش نديروه. هذا هو المواد الكيميائية اللي مخصنوش نستعملوه. اما بالنسبة لك اخو. ما كيش مشكل فاو ضروري. لانا دك لماسك دك غوسيس. ولا دك البقع. ولا دك التلوين ذيال البشرة. ولا تغير لون البشرة. مهم جدا نحميوه. كيفاش اعطيوه واقي الشمس. باش كي يعنينا من هاد المشكيه هاد. بزاف دي الاخوات دكتور عيمد. اه. تي يجيهم الكلف او البقع. كتخرج لهم في هاد الفترة هادية ديال الحبالة. كتقدر تخرج في الوجه. كين اللي كتخرج لها فتدي ديالها. او لث مناطق انت اللي يسمع ديالها. كين بزيال الخلاطات اشعر هام خلطات ديالك دكتور عيمد. واللي بينات النتائج ديالها الإيجابية. لي الخرقهم البلدي. معالع السلحر. واللي ما كانت زلات للوحر قدروا نجلو يهورت. الخوات كي شوروا على هاد الوصفة بالنسبة للمرأة الحاملة. وش ممكن تستعملها أمينة؟ أكيد ان تستعملها مجد ذلك. وخاصة ان الخرقهم من المواد اللي كانوا سحبها للمرأة الحاملة نستغلكوا. تاكلوا. تاكلوا يعني. تفت وتغذية ديالي تحاولت تدخل الخرقهم. فمن المواد المهمة جدا. ما نخافوش من هاد الوصفة هي وصفة أمينة. ويمكنن نستعملها ما عندها شيء آراض جانبية. نعم. وتسقط الشعر دكتور عيماد عند المرأة الحاملة. نعم. 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 نسألة طبيعية. ندير واحد الوصفة أخرى. مثلا. ناخده مع القصيرة دي الأزهار البابونج. ناخده عشرة دي الوريدات البلديين. نورت البلدي دي دي القلعة مكونا. الحور. اه. غدين ناخده نجمة دي الفاديان. بعد المكونات اكلمين غنضيفوه ومكاس صغير دي زيت موارش الشمس. نعم. اللي عنده زيت زيته مزيان. ما كانش نديرو زيت نوارش شمس. لانك اعرفو ده بتمن زيت زيته شوية طالع. اه. زيت نوارش شمس ناخده غايكاس صغير دي الله خادشكون دي المطبخ مش مشكل. نحن. طبخوا وعد الخالط نخليه فوق العافية حتى يبدأ غلا. نتفاو عليه ونخليه الليلة كاملة. واش ن خليه المكونات اطلق في بعضياتنا نصفي هذا الخالد. هذا الخالد كان دعنه بجلدة شعرنا. وشعرنا نخليه الساعة ونغسله. نديره جوجل مرات في الاسبوع وكان ندوم عليه مدة ديال. يعني طيلة فترة الحمل كان نستعمله هاد الوصفة. وبنسبة لاخوات العادية يعني ما كلا حمل لوره فهذا الوصفة يمكن لهم يستعمله مدة ديال ثلاثة اشهر. من بعد ما كنغسله الشعر ديالنا. كنشفوها واحد شوية وكنديرو له زيت لفوكاكا سيرو. يوميا ما كنقطعوهاش. يعني كنصلو شعرنا جوجل مرات في الاسبوع. ولكن طيلة ايام الاسبوع داخلها في ومنا كل يومين اللي كنصلو في وم شعرنا. كنستعملو زيت لفوكاكا سيرو للشعر. فالاخوات رك يعرفوا طريقة استعمال السيرو للشعر. وكنبسو به. وهكا كنبقوا دائما عاطين حيوية للشعر ديالنا وكنحافظو عليه. عدنا السؤال ديال انزعاد دكتور عيمان كتقول لك انا حمل شعر ديالي الثاني وعادة دائما في الحمام كتكنستعمل النيلة الزرقة واش نقدر بازلا استعمالها ولا نحبسها في الحبالة. شي مشكل تستعمل النيلة. ماش مشكل غالية تكون نيلة حقيقية لينديغو ليا زهرت لينديغو. ماش مشكل. ورقيك تسولك على الطين الابيضة دكتور عيمان انا بديت كنستعملو فالثلاثة الاسابيع الاخيرة. لانو خليل كلف مع الحبالة في الوجه ديالي كنستعملو وكنخالفو مع الوصفة جال كتير الخرقوم والعسل. مرحبا. انا تستعمل الطين الابيض غير يكون الطين الابيض. كيف يكون الطين اللي كيكون هو روز ميبسينو وطحنينو. حيث الواحد الكتير من المعشابات كتير وهذه المسألة. أما إذا كان لدينا الطيل الأبيض اللي هو الكاولين اللي هو اللي كان صيبه منه التباصل دي اللي بديع فهذاك هو الطيل الأبيض اللي مزيان ومزيان البشرة دي لنا بالنسبة للناس أو الحوامي اللي عندهم مشكلة دي الصدفية فهنا غدي ناخده أمور بسيطة اللي كيمكن نستعملوها لتكتيف الترطيب لأن هم حاجة في الصدفية هو رفع تركيز الترطيب فهنا غدي ناخده جوج مع الكبار ديال سيتس البابونج الجوجة مع الكبار ديال زيت اللوز الحلو ومع القاة كبيرة ديال زيت البرتوقل هاد المكونات كاملين كان نخلطوهم مع خمسة ديال مع الكبار ديال زودة الكاريتاي في حمام مريم حتى كي تخلطوهم زيان كان خليه يومي بردو والخالط اللي كان حصلو عليه كان وليو كان تهنو به الاملاكين ديال الصدفية كل ليلة وما كان قطعوهاش وكان داوموه لها دائما فهذه بنسبة للحوامين وبنسبة للناس اللي عندهم مشكلة للصدفية فهذه وصفة آمينة وكسعتين نتيجة ما لاك ستقول لك دكتور أنا حملة وعندي القشرة بزاف شعر ديالي وخالوا لي ندير زيت البلدية أو زيت الزيتون مخلطة مع الملحة ومغسل بها من بعد الساعة يعني تديرها وتخليها ساعة تغسلها وشهد روصفة صحيحة فهذا الناس لا إراء الله محمد رسول الله بسرع عائلين فهذا احنا دبا إلا لاحظوا أن العديد من الأخوات والناس تبارك الله وعاد والذي كتعرف شنية زيت اللي في الملحة ولي ما فيهش لبا احنا كنقلبوه زيت نحيدو من الملحة نحيدو من الملحة داك في ونتخلطوا من الملحة اللي كتكون فيها زيته باش نحب دوا صحتنا هذا الناس اللي يقولون زيت يديري فوقوا مننا الملحة فقط هي هذه وصفة غالطة هذه وصفة ما نصحكش بيهم ما نصحكش تعطي لشي واحد وغاد الناس اللي كيعتوا هذه الوصفة اللي يجد تكون بخير تقولي لهم راه هذه الوصفة راه تضروا بي عنا صغرين علاش ديالي الملحة غادي تنشفلينا الجلدة ديال الشعر جلدة الشعر اللي انشفات ما كتبقى جميع دماء عمي ذلك اللي دام لذلك اللي هو مهم جدا للحيوية الجلدة ديال الشعر إذن أولا بعدها تقولي القشرة غادي تضرب في عشرة ثانيا نقدرون نوصلوا المشاكي ديال الأكزامة ثالثا في بعض الحالات كيمكن أننا ننهيجوا الفطريات لولي عندنا الفطريات وهذا الشي كامل لشنو كي أدي لنا كي أدي لنا باش الصغبة كتخفاف وكي يطايح وفي بعض الحالات اللي قدر الله نقدرون نوصلوا للتعلابة بهذه المشكلة انا Sub with a قشرة وغدين ناخذ معلقةfa istar وغدين ناخذه معلقةfa كبيرة didil Horryca الحرش هذي المكوناس كاملين وغدين ديالهم فوق العافيه مع نسطره ديال الماء. نخليهم يغليهم بزيان. نقفوا عليهم حتي يبردون نصفهم. داك الخالد. كنخللوا بيش شعر ديالنا وشلدة ديال شعرنا كنخليهم نود ديال ساعة ونصف. وكن نغسلوا لي ان احنا عندنا الماء. كنخليه ساعة ونصف كنغسلوه. العملية كندلوه جهة المرس في الاسبوع كنقوم دوميا لها. في استعمال الرعبة القشرة ما كسبقاش. مالك رمزي كتقول لك دكتور عيمد انا بغيت نحمل وفي حكا وشكري انه فيها ديدان. في هادوك الحميل رج اولاد دويدات. وكتقول لك وش هاتشي ميقترش لي على الحمل وشو هي الاطعيمان اللي ممنوع الديدان. نعم فا ادي اول حاجة وتانيا ما عرفناش ديدان في اي منطقة. يعني من القبول او الطبور ما عرفناش اش من المنطقة فلي هادا كيستشوف طبيب. وفي كنت الحالتين. كنت دواء. كنت امور اللي كنت تعطى. المرأة الحاملة وخاك تكون المريدة بضل امور ادي. والطبيب اللي قد تتبع معاي اللي قد تتعطيها الامور كاملة. ومعنده مناش تخف. التشارك يتعالش. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشتركوا في القناة.